ليس من صنع الخيال إنما حقيقة وثقتها كاميرا مراقبة حين رصدت لحظة سقوط طائرة فوق معرض سيارات ودمرت 25 سيارة الطائرة سقطت بالقرب من مطار بولاية أوريغون الأمريكية ما أدى لمقتل قائدها بعد أن أقلعت متزودة بالوقود وكان على متنها شخص واحد فقط بحسب مركز الإطفاء في الولاية مقطع الفيديو أخذ انتشارا واسعا وانسيما في مناطق مختلفة من العالم وترك انطباع الخوف عند الناشطين الحادثة أعادت للأذهان تحط مطائرة خاصة بعد إقلاعها في ميلانو ومقتل جميع من كانوا على متنها والبالغ عددهم ثمانية أشخاص حوادث تعتبر الأقل في مطارات دول عربية لكنها رفعت مؤشر الحذر إذ تعتبر الوسيلة الأكثر أهمية في عالم المواصلات ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر